موسيقى 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 انتشرت كانتشاري الناري بالهشيم كل مكان تسمع هذه الاغنية وينما ترايح تسمع هذه الاغنية لدرجة صارت شي كرنجي بالنسبة لي فمن ناحية الشعبية فراند لاكاسا دي بابل قدر انه يصنع شعبية ضخمة شعبية جارفة وجماهيرية كبيرة لدرجة انه قدر يصنع شبيحة يدافعون باستماتة عن هذا المسلسل لدرجة اني متأكد انه عدد الدسلايك بهذا المقطع رح يكون عدد قياسي ما ذلك عادي بقول رأيي اتفهم جيدا حجة انه هذا المسلسل من المسلسلات اللي المفروض اني ما اتعاطى معاها بدرجة عالية من الجدية واتفهم انه هذا المسلسل من المسلسلات اللي المفروض انها تقدم لي درجة عالية من المتعة مع قدر عالي من المبالغات ولكن هذه الحجة اقدر اخذ وعطي معاها لو كان المنتج فيلم مدة ساعتين وسلام مني او حتى لو كان المنتج عبارة عن مسلسل قصير ست حلقات ثمان حلقات وخراس اما مسلسل لكاسة دي بابل الحين واصل لواحد واربعين حلقة مع هذا القدر العالي من المبالغات انا ارفض هذا الامر هذا الموسم بالنسبة لي ومن خلال الخمس حلقات اللي تمثل البارت الاول اقدر اقول انه القصة تدور بحلقة مفرهة مع الكثير والكثير من المبالغات اللي ارتقت لان تصل لمرحلة الهبد مع مرتبة الشرف هبد على المستوى الجسدي وقدرة الانسان على التحمل هبد على مستوى المنطق هبد على مستوى العاطفة انواع كثيرة من الهبد رح تشوفها بالخمس حلقات مع كل هبدة شوفها في هذا المسلسل تجيني فكرة لهذه المسلسلات اللي تقدم هذا النمط من المبالغات شفت المصارع الحرة كيف يحطون تحذير في البداية اتمنى من هذه المسلسلات انها تستخدم هذا النمط ولكن تغير العبارة الى ضع عقلك جانبا اثناء مشاهدة هذا العمل لانه هذه الاعمال تتنافى بشكل جنوني مع المنطق والعقل اللي الله ميزنحنا كعوادم فيه عن باقي المخلوقات انا ما اسعى خلف اعمال ارت هاوس وارتيستك ومدري ايش كلنا نحب الاكشن وكلنا نحب المبالغات ولكن الاكشن والمبالغات اذا صارت اكثر من اللازم تؤدي الى نتيجة غير جيدة نتيجة مزعجة قصة بسيطة اقدر اختصرها لك بسطرين يتم مطها بهذا الشكل المقزز صراحة امر مقزز اني اشوف نفس الاحداث تتكرر مرارا وتكرارا وامر مقزز اني اشوف حلقة ورا الثانية حلقة ورا الثانية والاحداث واقفة في نفس المكان مو قاعدة تتقدم وفي امر اساسي بالكتابة كتابة قصة مسرحية مسلسل فيلم اللي هو في امر اساسي كل الكتاب المحترفين يضعون هذا الامر الاساسي يسمى البريمس او الجوهر كل فيلم كل مسلسل كل مسرحية فيها جوهر وانا اعتقد انه الجوهر الموجود في مسلسل لكاسة لانه صراحة انا ما وجد اي جوهر الجوهر الموجود في هذا المشارسل انه الشرطة الاسبانية عبارة عن نهطوف متجمعين مع بعض الشرطة الاسبانية شرطة غير كفو شرطة ما هي قادرة تحل مشكلة من خمس مواسم نفس المشكلة تتكرر مو قاعدين يتعلمون من خطائهم هذا البريمس اللي وصلني من هذا العمل وانا ما نفهم ليش بعض الشخصيات في هذا العمل تتعامل مع المشاهد بشكل غريب يعني كأنه قاعد يستهطف المشاهد يا اخي قاعد يتعامل مع المشاهد هذه الشخصية يعني صممت انها تتعامل مع المشاهد بشكل بعيد كل البعد عن المنطق والعقل يعني شخصية البروفيسور ليش اكثر شخص محظوظ بالعالم سبحان الله ليش الصدف دايما تخدم هذه الشخصية ليش لما يوضع بموقف حرج تيجي صدفة كذا سبحان الله ويتم انقاذ البروفيسور ما اني فهم يا اخي خمس مواسم وصدف ورا صدف ورا صدف ليش القصة تحركها الصدف ما احب يا اخي ما احب القصص اللي كذا بالاضافة الى شخصيات اخرى انا ما نفهم ليش الى الان مكملة بالمسلسل على الرغم من انها ماتت شخصية برلين ليش الى الان برلين موجود بالمسلسل خلاص قال بالله تشاو ومات ليش الى الان موجود بالمسلسل ما نفهم يعني اتفهم رغبة انك تحلب براند لكاشا دي فابل ولكن ما اتفهم رغبة انك تحلب شخصية داخل هذا المسلسل من تراضي انها تموت مع انها ماتت شخصية تطلع بحلقة وحلقتين تختفي بعدين تطلع بحلقة انا ما نفاهم هذا الاستهبال صراحة ليش الكاتب مو قادر يتخطى هذه الشخصية اللي ماتت ما نفاهم صراحة فاذا انت كاتب ما انت قادر تتجاوز شخصية لانه هذه شخصية لها شعبية كبيرة بالمسلسل فانت كاتب سيء وكاتب فاشل شخصية حارس الامن الحلقة الاولى يقولون انه شخص على وشك ان يصاب بشلل بسبب بعض الشضايا الموجودة بظهره والقريبة من العمود الفقري وهذا امر منطقي فكذا يتصفق حارس الامن على الرغم من وجود شضايا والدرجة انه خلاص الرجل يصل لمرحلة بين الحياة والموت فجأة وبقدرة قادر يرجع لنشاطه ويقود عملية تكتيكية لاقتحام البنك شيء عجيب صراحة يا رجل انت قبل نص ساعة كنت رجل ميت انت مو قادر تتكلم انت مو قادر تتنفس صفقوك على الرغم من وجود شضايا وشقة ووجهك مع ذلك ترجع وتقود عملية تكتيكية كيف يا اخي شوية منطق ارجوكم الصح نسيت هو رجع اصلا عشان تكفيلة الخمس حلقات عشان يذبح توكيو او توكيو تموت بسببه صح عشان نستنى الخمس حلقات الجاية ايه توكيو ماتت اتمنى انه ماتت صراحة في خمس قنابل مع ذلك الى الان اشك انه ماتت او لا ما ادري عن هذا المسلسل صراحة مسلسل غريب يعني ممكن يسوه له ريستبون وترجع توكيو ولكن اللي متأكد منه انه توكيو رح تكون موجودة بالخمس حلقات الاخيرة اللي هو البارتي الثاني من الجزء الاخير رح تكون موجودة يعني كاتب حلب شخصية ماتت من الجزء الثاني مدري من الجزء الاول مقادر يحلب شخصية او ماتت بيحلب هذه الشخصية وبيصنع له خط درامي مشوه او فلاش باكات غريبة المهم رح تكون موجودة عشان يكتمل الفان سيرفس اما المشاهد اللي كان ينتظر مني انه اسوي تحليل ومراجعة لهذا العمل وانه هذه الشخصية ليش تصرفت بهذه الطريقة والمفروض انها تتصرف بهذه الطريقة واتكلم عن البناء الدرامي ومدري ايش انا اسف والله يا صديقي انا قاعد اقول ان القصة يدوبك سطرين واختصرها لك وقفلها لك الخمس حلقات اصلا حلقة وحدة كل الاحداث اقدر اجمعها لك بحلقة وحدة بعيدا عن كل هذا التمطيط الكتابة معدومة على مستوى الحبكة وعلى مستوى الشخصيات وتقديم دوافع لهذه الشخصيات كلها شخصيات سطحية كلها شخصيات لا تمتلك دوافع وشخصيات غريبة مشوهة وكلها فان سيرفس من الخير فمن احترامي لجهدي الذهني اني ما افكر واحلل واطرح تساؤلات عن هذا المسلسل يكفي صراحة الخمس ساعات اللي ضيعتها في عز الويكند على مشاهدة البارت الاول من الجزء الخامس ولكن عزي الوحيد انه هذا الجزء الاخير من مسلسل الكاسة دي بابل قبل لا يجينا الكاسة دي بابل نسخة كوريا ايه ترى نهوين يسوون نسخة كورية فهذا الجزء الاخير وراح ينتهي هذا المسلسل اللي كان جيد الى موسم الثالث يعني احقاق اللي الحق كان جيد الى الموسم الثالث اما الموسم الرابع والخامس فهي حلب لا اكثر واللي ينتظر تقييم من عشرة صراحة والله العظيم انا كذلك مستحي مدريش اقول لك يعني وش الفرق بين واحد من عشرة ولا ثلاثة من عشرة انا بالنسبة لي طارم العمل اقل من اربع من عشرة فما يفرق معي فلك حرية التقييم قيم عني معك من واحد الى اربع مع ذلك احترم جمهور المسلسل واحترم ارائكم جميعا لذلك شاركوني ارائكم تحت بخانة التعليقات وش ابرز الايجابيات والسلبيات اللي شفتوها بهذا العمل لايك اذا عجبك المقطع ادس لايك في حال ما عجبك يشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك فعل جرس التنبيهات ويشرفني تابعنا مواقع تفاصل اجتماع تويتر وسناب وانستجرام وبيتو وتويتش كان معكم راكان اشوفكم المقطع الجاي سلام